تاريخياً تم التعارف على أن أول ولايتين تختاران مرشحين أحزاب الأمريكية لخوض انتخابات الرئاسة هما ولايتان صغيرتان ريفيتان ذواتي أغلبية بيضاء تجري انتخابات المجالس الانتخابية لولاية آيووا أولاً ثم الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامشن هذه واحدة من الحقائق الغريبة عن الانتخابات التمهيدية التي تسبق انتخابات الرئاسة التي تجرى مرة كل أربع سنوات أنا عبد الرحمن السراج سأتحدث عن الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية في البداية لا يتحدث الدستور الأمريكي عن الانتخابات التمهيدية ولا عن الأحزاب السياسية أصلاً ولذلك هي مسألة تعارفت عليها الأحزاب على مدار تاريخ البلاد تسبق الانتخابات الأمريكية مرحلتان هما الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية المؤتمر الحزبي العام هو آخر فعالية تسبق انتخابات الرئاسة وفيه يحضر من دوبون عن كل ولاية لانتخاب مرشح حزبهم وفي المؤتمر الديمقراطي العام ينتخب مرشح الحزب الديمقراطي الذي سيواجه الرئيس ترامب وفي المؤتمر الجمهوري العام سيعلن أعضاء الحزب دعمهم للرئيس ترامب لخوض الانتخابات المقبلة لماذا ليس هناك مرشح آخر ضد ترامب؟ هذا موضوع سأتحدث عنه في فيديو آخر عقد أول مؤتمر حزبين أمريكي في عام 1831 للحزب الجمهوري أو ما كان يعرف حينها بالحزب المعارض للرئيس أندرو جاكسون وعقد أول مؤتمر للحزب الديمقراطي في العام التالي 1932 في القرن التاسع عشر كان يحدد كبار شخصيات الأحزاب مرشحهم لخوض انتخابات الرئاسة وكانوا يحددون أيضا المندوبين عن كل ولاية الذين سيحضرون المؤتمر العام للحزب وفي مطلع القرن العشرين بدأت بعض الولايات بعقد انتخابات تمهيدية لاختيار ممثلي الولايات في المؤتمرات الحزبية ومع أن نتائج هذه الانتخابات لم تكن ملزمة إلا أنها كانت تعطي فكرة عن شعبية المرشحين وعما سيكون عليه أداؤهم في الانتخابات العامة على مستوى البلاد في عام 1960 مثلا كان فوز جون كينيدي في الانتخابات التمهيدية في ولاية فرجينيا دليلا على أن بإمكان كاثوليكي مثل كينيدي أن يفوز بأصوات المسيحيين لبروتستانت وحتى عام 1968 كان بإمكان أي شخص أن يكون مرشحا للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية دون أن يخوض الانتخابات التمهيدية مثل هيربرت هامفري مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1968 ومنذ ذلك العام قرر رقادة الحزبين أن أي مرشح لأي منهما عليه أن يخوض الانتخابات التمهيدية قبل أن يسمى مرشحا وذلك للتأكد من شعبيته وقدرته على خوض الانتخابات العامة والفوز بها هناك صورتان للانتخابات التمهيدية الأولى ما يعرف بكاكسز أو المجالس الانتخابية وهي انتخابات فريدة من نوعها حيث يتجمع الناخبون في مكان عام محدد مثل مدرسة أو كنيسة أو مكتبة أو مكان آخر وتحدد مساحة لكل من المرشحين فالناخب الراغب بالتصويت لبرني ساندرز يقف في هذه الزاوية والراغب بالتصويت لهيلاري كلينتون يقف في الزاوية الأخرى أو الراغب بعدم التصويت لأي منهم والتي لم تحدد رأيها مثلا تقف في زاوية ثالثة ثم يجري عد الأصوات وهذا النوع من التصويت له مزايا عديدة من أهمها أنه لا يمكن للناخب إخفاء الجهة التي صوت لها ولذلك يشارك فيها في الغالب الناخبون المتحمسون للتصويت أو الناشطون سياسيا والحقيقة أن عددا كبيرا من الناخبين الأمريكان والناس بشكل عام لا يرغبون في الإفصاح عن توجههم السياسي أو عن الجهة التي يدعمونها سياسيا ولو كانت كل الانتخابات علنية بهذا الشكل كان شكل العالم سيختلف إلى حد كبير هيلاري كلينتون مثلا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في عام 2008 وفي عام 2016 خسرت في انتخابات المجالس الانتخابية التمهيدية ولكنها ربحت في الانتخابات التقليدية التي يدلي فيها الناس بأصواتهم في صناديق الاقتراع أما الشكل الثاني لانتخابات التمهيدية فهو الانتخابات العادية حيث يذهب الناس للتصويت في أماكن اقتراع محددة وتسمى primaries وهناك أربع تصنيفات أخرى لانتخابات التمهيدية حسب الفئة التي يحق لها التصويت الأولى هي open primaries أو الانتخابات المفتوحة التي يحق فيها لأي شخص أن يصوت لأي مرشح بغض النظر إذا كانوا سجلا كناخب ديمقراطي أو جمهوري أو مستقل وهناك أيضا الانتخابات المغلقة في المقابل closed primaries التي لا يحق فيها التصويت إلا للناخب المسجل جمهوريا مثلا في انتخابات التمهيدية للجمهوريين أو الناخب المسجل ديمقراطيا في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين ولا مكان للمستقلين وهناك أيضا الانتخابات شبه المغلقة semi-closed primaries وهي التي يحق فيها التصويت للناخبين المسجلين لدى الحزب بالإضافة إلى المستقلين أي أن أي مستقل يحق له التصويت في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين أو للديمقراطيين في تلك الولاية أما النوع الرابع فهو الانتخابات الحرة أو شبه المفتوحة التي يحق فيها للناخب أن يصوت لأي حزب ولكن لديه صوتا واحدا أي يحق له إما أن يصوت في انتخابات التمهيدية للجمهوريين أو للديمقراطيين كل حزب مسؤول على مستوى الولاية عن قرار ما إذا كان سيأخوض انتخابات تمهيدية أم لا في هذه السنة مثلا اختار حزب الجمهوري في خمس ولايات أن لا يخوض انتخابات تمهيدية تجنبا لخروج أي منافس الرئيس دونالد ترمب وهو أمر غير ممكن سأتحدث عن ذلك في فيديو آخر تختلف الانتخابات التمهيدية لدى الحزب الديمقراطي عنها لدى الحزب الجمهوري الديمقراطيون مثلا يوزعون مندبي كل ولاية نسبيا فإذا فاز مرشح ما ب40% من الأصوات في ولاية معينة سيأخذ 40% من مندبيها في المؤتمر الديخابي العام أما الحزب الجمهوري فيتيح لكل ولاية أن تختار هذا الخيار أو أن تعطي كل مندبيها للمرشح الذي يفوز بأكبر نسبة من الأصوات هناك أيضا اختلاف آخر وما يعرف بـ Super Delegates المندبون الخارقون وهم شخصيات سياسية سابقة مثل رئيس سابق أو مسؤولون في الحكومة الأمريكية يحضرون المؤتمرات العامة الحزبية حكما الحزب الجمهوري ألغى مسألة المندبين الخارقين في عام 2012 لكن الحزب الديمقراطي قلل من صلاحياتهم في عام 2018 وأبقى لديهم صلاحية التدخل إذا ما تساوى عدد المندبين بين مرشحين في المؤتمر العام كصوت مرجح وقبل كل انتخابات رئاسية التي تجرى كل أربع سنوات في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر يكون هناك في العادة ما يعرف بـ Super Tuesday أو الثلاثاء الخارق الذي يجرى فيه أكبر عدد من الانتخابات التمهيدية في هذا العام سيكون Super Tuesday في الثالث من مارس آذار المقبل ستتم فيه انتخابات تسع ولايات منها ست ولايات ذات عدد كبير من السكان ومنها تكسس وكاليفورنيا ذات الثقة الانتخابي الكبير وسيكون بعد مجالس آيوالانتخابية في الثالث من شباط فبراير وبعد الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير في الحادي عشر من فبراير ومجالس نيفادا الانتخابية الديمقراطية في الثاني والعشرين من فبراير والانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ساوث كارولاينا في الثالث والعشرين من فبراير ومن المرجح جدا أن يحسم في الثلاثاء الخارق سوبر تيوزدي ثلاثة مارس اسم المرشح الديمقراطي الذي سيواجه دونالد ترامب بعد الانتخابات التمهيدية يتم اختيار المندوبين الذين سيمثلون كل ولاية في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي أو للحزب الجمهوري وقد ترك الحزبان اختيار هؤلاء المندوبين لفروعهما على مستوى الولاية هؤلاء المندوبون هم في الغالب نشطاء سياسيون أو داعمون معروفون للمرشحين الفائزين عن كل ولاية وعند بداية المؤتمر إذا لم يمتلك أي من المرشحين أغلبية المندوبين يسمى المؤتمر حينها Contested Convention وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات التي لا يحق فيها لكل مندوب أن يصوت سوى للمرشح الذي جاء مندوبا عنه وإذا تسوت الأصوات في الجولة الأولى يسمى المؤتمر حينها Brokered Convention حينها يحق لكل مندوب أن يصوت للمرشح الذي يريده في عام 1976 مثلا دخل كل من رونالد ريغان وجيرولد فورد المؤتمر العام للحزب الجمهوري دون امتلاك أي منهما غالبية المندوبين في الجولة الأولى وفي عام 1952 وصل المؤتمر العام للحزب الديمقراطي والمؤتمر العام للحزب الجمهوري إلى الجولة الثانية من التصويت وكان كل منهما Brokered Convention حينها خرج دوايد أيزنهاور مرشحا عن الحزب الجمهوري وهادلي ستيفنسون مرشحا عن الحزب الديمقراطي وربما يحصل هذا السيناريو في المؤتمر العام الديمقراطي لهذه السنة وقد جرت العادة على أن يعقد الحزب الذي يحكم البيت الأبيض مؤتمره العام بعد الحزب الذي يسعى للوصول إلى البيت الأبيض ولذلك سيعقد المؤتمر العام الديمقراطي بين الثالث عشر والسادس عشر من يوليو تموز بمدينة ملواكي في ولاية ويسكونسون كما سيعقد المؤتمر العام للحزب الجمهوري بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين من أغسطس آب بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا أمل أن أكون قد وفقت في تقديم بعض المعلومات المفيدة على الانتخابات التمهيدية الأمريكية شكرا للمتابعة